بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم في حلقة جديدة إخواني و أخواتي الطلبة من مقرر علم النفس للصف الحادي عشر سوف نتناول بإذن الله بهذه الحلقة أحد العمليات العقلية المهمة للإنسان ألا وهو الإدراك الإدراك تعريفه العلمي مؤثراته ماذا يحدث في عملية الإدراك ما الذي ممكن أن نتعلمه من موضوع الإدراك كيف يكون إدراكنا إدراك جيد كل ذلك إن شاء الله سوف نتناوله بعد الفاصل أهلا بكم مرة أخرى إخواني و أخواتي الطلبة الإدراك الحسي كيف ندرك بشكل جيد ما هي العوامل التي تؤثر في عملية الإدراك هذا هو موضوعنا لهذا الحلقة بإذن الله تعالى تعريف الإدراك الحسي كيف يتم الإدراك الحسي ما هي مؤثرات الإدراك الحسي كيف يدرك الإنسان العالم المحيط به بشكل عام سوف نتناوله إن شاء الله تعريفاً للإدراك الحسي مبدئياً أخواني و أخواتي الطلبة الإدراك الحسي ليست عملية فجائية ولا تأتي بشكل مفاجئ وإنما هي عملية تجريجية تسبقها عدة مراحل لكي يدرك الإنسان عالمه المحيط بشكل جيد أحدى هذه العمليات أو أهم هذه العمليات التي تسبق الإدراك ما يعرف بالإحساس ما يعرف بالإحساس لذلك من الإسم أخواني و أخواتي الطلبة سوف تلاحظون أنه اسمه أو المصطلح بشكل كامل يسمى الإدراك الحسي زود الله الإنسان بمجموعة من الحواس التي تمكنه من معرفة ماذا؟ من معرفة العالم الخارجي إذن الإنسان يستعين بحواسه التي زوده الله سبحانه وتعالى للاستفادة من معرفة أو يعني استجابة للعوامل الخارجية أو البيئة المحيطة به بشكل عام لكي يستطيع الإنسان وكل كائن حي أن يعيش يجب أن يحس يجب أن يدرك إذن الإحساس سبق عملية الإدراك وكل كائن حي أن يعيش يجب أن يحس ويجب أن يدرك العالم الذي يعيش فيه حتى يستطيع ماذا؟ إخواني وإخواتي الطلبة حتى يستطيع أن يتوافق مع هذا العالم إذن الهدف النهائي أو الهدف الأشمل من عملية الإدراك الحسي ألا وهو أن يتوافق هذا الإنسان مع بيئته الخارجية إذن التوافق هو الهدف الأشمل أو الأسمى من عملية الإدراك الحسي إدراك العالم الخارجي يتم أولا عن طريق عن طريق ماذا أخواني وإخواتي الطلبة؟ عن طريق عملية الإحساس إذن أول خطوة في عملية الإدراك هي الإحساس كخطوة أولى في عملية الإدراك مثل من أنتم لاحظون في الصورة التي أمامكم هذه الحواس أعتقد الجميع عندها معرفة كاملة بأسامي وبوظائف هذه الحواس التي زودنا الله سبحانه وتعالى بها البصر السمع ذوق اللمس الشم وهذه ما تسمى بالحواس الخمس طيب هل هناك خطوات للإحساس؟ نعم الإحساس ليست عملية عشوائية وإنما هي عملية ترتيبية لها خطوات أساسية تبدأ من واحد إلى ثنين إلى ثلاثة إلى أربعة فبالتالي هذه الخطوات هي خطوات أساسية لعملية الإحساس لنرى الخطوة رقم واحد الخطوة رقم واحد وجود منبه أو وجود مثير وما المقصود بالمنبه أو المثير؟ ما المقصود بالمنبه أو المثير؟ المنبه هو كل ما يمكن أن يلتقطه حواسنا الخمس وبالتالي هذه المنبهات أو المثيرات هي الأشياء التي تستحوذ على انتباه الإنسان أو التي تدخل ضمن بئرته الشعورية فبالتالي نحن معرضين إلى مجموعة من المثيرات نحن معرضين إلى مجموعة من الأشياء التي من الممكن أن تلتقط انتباهنا فبالتالي يسمى هذا الشيء أو يسمى هذا الموقف يسمى المثير أو المنبه أن يؤثر المنبه في الخلايا المستقبلة إذن الخطوة الأولى للإحساس وجود منبه أو مثير الخطوة الثانية أن ألتقط هذا الإحساس وبالتالي يؤثر في الخلايا المستقبلة أعطيكم على سبيل المثال حين نسمع صوتا بجانب الفصل الدراسي على سبيل المثال هذا الصوت حين يجب أن ألتقطه يجب أن يكون هذا الصوت من ضمن بئرتي الشعورية فبالتالي هناك خلايا سمعية تستقبل صوت وهناك خلايا ذوقية تستقبل مذاق الطعام على سبيل المثال وهناك خلايا بصرية تستقبل الضوء تستقبل الإشارات تستقبل هذه الأشياء فلكل مثير معين خلايا مستقبلة خاصة به الخطوة رقم ثلاثة تقوم الأعصاب بنقل النبضات العصبية من الخلايا المستقبلة إلى أين؟ إلى المخ إذن واحد إن وجد مثير في البيئة هذا المثير استقبلته من خلايا الحسية الخاصة به سواء كان هذه الخلايا سمعية أو بصرية أو حتى كيميائية الخطوة رقم ثلاثة أوصل هذه المثيرات عن طريق الخلايا المستقبلة إلى ماذا؟ إلى المخ اللي تتم بعملية نقل النبضات العصبية هذه خطوة رقم ثلاثة خطوة رقم أربعة أخواني وخواتي الطلبة يحدث تنبيه في المراكز الحسية بالمخ يؤدي إلى الشعور بالإحساس يؤدي إلى الشعور بالإحساس أرجع إلى مثالي الأول اللي ضربته لكم لنفترض أن تجالس داخل الصف ومر أحد الأشخاص بجانب الصف فبالتالي هذا قد يصدر مثلا صوت عالي أو قد مثلا ينادي فلان أو ينادي فلانة فبالتالي هنا حدث أن هناك شخص خارج الصف أحدث صوتا فبالتالي هذا المخ أعطانا تفسير أن هذا الشخص يريد مثلا فلان أو يريد مثلا فلانة فبالتالي الآن نستطيع أن نقول أن الإحساس حدث بشكل كامل لنوع هذا المثير الذي تعرضنا له وفي ملاحظة جدا مهمة إخواني وخواتي الطلبة أبيكم تركزون عليها ألا وهي الإحساس يتكون من الخطوات الرئيسية السابقة من أربع خطوات رئيسية سابقة إذا لم تعطرت أي خطوة منها تعطر حدوث الإحساس بشكل كامل وأعطيكم شرحا تفصيليا مبسطا لهذه الملاحظة حين تتعطل أحد خطوات الإحساس لن يستطيع الإنسان أن يحس بشكل جيد فبالتالي إذا لم يقوم المخ بدوره من خلال تفسيره لهذا المثير أو تفسيره لهذا المنبه لن يحدث الإحساس وإذا لم تقوم الأعصاب بنقل المنبهات الحسية إلى المخ فبالتالي المخ لن يحصل على شيء إذن الإحساس هي خطوة تتابعية تبدأ من واحد إلى أربعة إذا تعطرت أحد هذه الخطوات لن يحدث الإحساس بشكل جيد للإنسان فبالتالي الإحساس عملية تتابعية تبدأ من واحد إلى أربعة طيب ننتقل إلى العمليات الحسية هل العمليات الحسية ليست كافية؟ فعلا هي ليست كافية وحدها لتوجيه سلوك الإنسان التوافقي في هذا العالم إذن التوافق لم يحدث إلى الآن ولكن أنا حسيت أن هناك شخص خارج الصف يريد مثلاً فلان أو علانة وأنا أثبت على هذا المثال لكي تستدرج المفهوم بالنسبة لكم بشكل أفضل طيب أنا الآن سمعت أن هذا الشخص خارج الصف يريد فلان أو يريد فلانة هل الآن أصبح هناك إدراك؟ بمعنى آخر من الذي يريد بفلان أو فلانة؟ طيب من هو الشخص الذي يتحدث؟ ممكن يكون خصائي اجتماعي ممكن يكون رئيس القسم ممكن تكون رئيسة القسم ممكن يكون عضو من أعضاء الإدارة أي أن كان هذا الشخص إذن حصل إحساس فبالتالي الإحساس هو لا يستطيع أن يقدم لي إشارة بأن أتصرف بشكل المناسب لأن إلى هذه اللحظة لم يحدث عملية إدراك كل للموقف الذي وضعت فيه أو الذي مررت به طيب لا بد للإنسان أن يستعين بماذا يا أخواني وخواتي الطلبة؟ يستعين بالإدراك الحسي السبب السبب كالآتي لكي ينظم الإحساسات المختلفة ويضفي عليها معنى علل علل هنا الإجابة يا أخواني وخواتي الطلبة الإجابة لأن الإحساس هو استجابة أولية استجابة أكررها مرة أخرى استجابة أولية مباشرة استجابة أولية مباشرة لتأثير منبه معين في خلايا حسية مستقبلة أما الإدراك الحسي فيتضمن تفسير ويتضمن تقييم أيضا للمنبه يتضمن تفسير ويتضمن تقييم للمنبه هنا الإنسان يستطيع أن يأتي باستجابة توافقية لأنه فهم الموقف وقيم الموقف وبالتالي تستدعي منه استجابة توافقية ليعيد التوافق مرة أخرى للموقف أو بمعنى آخر يستجيب استجابة صحيحة للموقف الذي وضع به لأنه أدرك الموقف فبالتالي الإحساس لا يعطيني إخواني وخواتي الطلبة يعني لا يعطيني نوعا من الاستجابات التوافقية وإنما هو مجرد إحساس بالموقف مجرد إحساس بالموقف لن أقيم هذا الموقف ولن أجلك هذا الموقف ولن أفهم الظروف التي وضعت فيها أو التي مررت فيها فبالتالي الإحساس هي عملية أولية مباشرة طيب انظر الشكل التالي ماذا تلاحظوا ركزوا على الصورة إخواني وخواتي الطلبة راح تلاحظ معاي كالآتي إذا رأيت لي اللون الأبيض سوف تلاحظ شكل كأس وإذا رأيت للون الأسود سوف تلاحظ وجهين متقابلين وجهين متقابلين الفكرة هنا أن الإحساس أحيانا إخواني وخواتي الطلبة لا ينم عن البيئة أو لا ينم عن الواقع بشكل كامل وإنما يعتمد على ماذا يعتمد على استجابة حسية مباشرة استجابة حسية مباشرة أنا استجبت للون الأبيض فبالتالي أعطاني شكل كأس استجبت للون الأسود أعطاني وجهين متقابلين إذن إلى الآن لم يحصل عملية التفسير لم تحصل عملية التفسير وإنما مجرد إحساس أولي بالموقف ننتقل إلى نحن في العادة لا ندرك كل التأثيرات الصادرة من المنبهات الخارجية المحيطة بنا وإنما ندرك بعضها فقط وإنما ندرك بعضها فقط ونوجه انتباهنا لها حين انتبهنا إلى اللون الأبيض أعطانا شكل وحين انتبهنا إلى اللون الأسود أعطانا شكل هذا طبعا بالصورة التي عرضت على حرارتكم قبل قليل إذن الانتباه أحد أهم الأسباب التي تساهم في نجاح عملية الإحساس التي تساهم في نجاح عملية الإحساس لذلك من خلال الانتباه نختار أحد أو بعض المنبهات الحسية نختار أحد أو بعض المنبهات الحسية من بين المنبهات الأخرى لكي ندركه ونستجيب له ويصبح في بؤرة شعورنا أو وعينا يصبح في بؤرة شعورنا أو وعينا إذن الانتباه يسبق الإدراك الحسي ويمهد له الإدراك يسبق الإدراك الحسي ويمهد له وعليه فأن عملية الإدراك الحسي تبدأ من ماذا أخواني وخواتي الطلبة عملية الإدراك الحسي تبدأ بالإحساس ثم الانتباه ثم الإدراك إذن واحد هي عملية انتباه يليها إحساس يليها إدراك الانتباه ثم الإحساس ثم الإدراك نصل إلى مرحلة الإدراك الحسي بشكل عام أو بين قوسين نصل إلى مرحلة الفهم والتفسير للموقف السؤال هنا هل بالضرورة يتم هل بالضرورة يتم الإدراك الحسي إذا ما حدث الانتباه ولماذا إذا ما حدث الانتباه هل ممكن الإنسان يدرك يعني أنا ما انتبهت للمثير ما انتبهت للمنبه ولكن هل من الممكن أنا أدرك في حال عدم انتباهي لنرى الإجابة مع بعض لا فنحن قد ننتبه إلى شيء ما لندركه إلا أننا قد نفشل في إدراكها قد نفشل في إدراكها والسبب بسيط جدا بخواني وخواتي الطلب السبب هو كالآتي بأننا لن نوجه انتباهنا بشكل جيد لن نوجه انتباهنا بشكل جيد لأن الانتباه لا يتضمن أي عملية للتنظيم أو التفسير كما أن الانتباه يعتبر نوعا من التهيئ للإدراك الحسي أشرح بشكل مبسط لماذا الإدراك الحسي يعتمد بشكل مباشر على عملية الانتباه السبب أخواني وخواتي الطلبة لأن الانتباه هو عبارة عن عملية يتهيئ بها الإنسان عقليا يتهيئ بها الإنسان جسديا يتهيئ بها الإنسان وجدانيا لاستيعاب الموقف الذي وضع به لاستيعاب الموقف الذي يضع وضع به أعطيكم مثال حياتي جميعكم أخواني وخواتي الطلبة مررتوا به الآن في حالة شرح المعلم داخل الفصل ما الذي يجلب انتباهك في البداية الذي يجلب انتباهك في البداية هو صوت المعلم ومن ثم المعلومات التي تطرح أثناء الشرح فأنت مركز تركيز كامل أو منتبه انتباه كامل لما يقوله المعلم أو المعلمة التي أمامك ما هو السبب؟ السبب بأنك أنت تريد أن تفهم الدرس بشكل عام فبالتالي متهيئ إلى الكلمات التي تطرح من قبل المعلم والكلمات التي تطرح من قبل المعلمة داخل الحجرة الدراسية أو داخل الفصل الدراسي لذلك أنت في حالة تهيئ كامل ننتقل إلى لكي يفهم خصائص الإدراك الحسي أو نفهم خصائص الإدراك الحسي وكيفية حدوث عملية الإدراك لا بد من أن نشير إلى النقاط التالية ما هي النقاط التالية التي يجب أن نشير لها؟ الإدراك يتم بها أو الإدراك عملية يتم بها شعورنا بالبيئة المحيطة بأنفسنا عن طريق ماذا أخواني وخواتي الطلبة؟ عن طريق تنظيم وتفسير الإحساسات المختلفة التي تمدنا بها لا شك حواصنا الخمس طيب الإدراك الحسي عملية نشيطة عملية نشيطة أو عملية نشيطة فسر هذه العبارة لأن الإدراك عملية مستمرة عملية مستمرة الإنسان دائما يحاول إخواني وخواتي طلبة أن يفهم المثيرات التي تحيط به فبالتالي في حالة تركيزة أو التقاطة لأحد هذه المنبهات يكون الإنسان قد دخل أو يسعى إلى الإدراك بشكل عام أو بشكل جيد في مثل أو في مقولة يعني دارجة ألا وهو أن الإنسان دائما يكره ما يجهل الإنسان الأشياء التي يجهلها بشكل عام يكرهها لأنه لم يعطيها تفسيرا ولم يعطيها اسما ولم يعطيها فبالتالي دائما الإنسان متحفظ من الأشياء التي يجهلها من الأشياء التي يجهلها فبالتالي الإدراك هي عملية نشيطة في الإدراك الحسي عمليتان رئيسيتان إخواني وخواتي الطلبة ألا وهي التنظيم والاختيار التنظيم والاختيار عن طريق اختيار التنبيهات الحسية نحن في النهاية عبارة عن طاقات إخواني وخواتي الطلبة نحن في النهاية عبارة عن طاقات معينة لا نستطيع أن نفهم كل المثيرات التي محيطة بنا وإنما نحن نختار إذن أول خطوة هو حين يختار الإنسان نوع المثير الذي يريده أو يختار نوع المنبه الذي أحاز على اهتمامه بعدها ينظمها في سياق ثابت الإدراك الحسي يقوم بملء الفجوات الناقصة يقوم بملء الفجوات الناقصة في ماذا أخواني وخواتي الطلبة في الموقف التنبيهي هات مثالا يوضح العبارة التالية لنفترض أنه أعرضت على حضراتكم شكلا غامضا شكلا ليس له ملامح أو ليس له صورة ثابتة أو لم يدخل من ضمن التفسيرات أو من ضمن الخبرات السابقة التي لدينا هذا الشكل أخواني وخواتي الطلبة على يقين الغامض طبعا على يقين لو أعرضت على حضراتكم لا شك بأن الجميع سوف يعطيه معنى يختلف عن قد تتشابه المعاني التي تعطونها لهذا الشكل الغامض وأنما في النهاية لا بد أن يصدر منكم أحكاما معينة على هذا الشكل الغامض ببساطة شديدة جدا الإنسان دائما يعطي معنى للأشياء الغامضة لسهولة إدراكها ولسهولة تفسيرها طيب الإدراك الحسي عملية مهمة في توافق الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها وهذا طبعا هدف أساسي في عملية الإدراك الحسي بأن الإنسان عن طريق الإدراك يسعى إلى الفهم البيئة التي يعيش بها على سبيل المثال هناك أشياء لا بد أن الإنسان يعطيها معنى الإنسان مرة أخرى أكرر عليكم أخواني أخواتي الطلبة لا يحبذ الأشياء الغامضة أو المجهولة بالنسبة له فهو دائما يحاول أن يفسر دائما يحاول أن يعطي معنى دائما يحاول أن تكون الأشياء بالنسبة له واضحة مثال حياتي بسيط جدا حين يتصل بك أحد الأصدقاء دون النظر إلى رقم هاتفه سوف تأخذ ثواني بسيطة جدا لهذه الثواني يتم بها عملية الإحساس ومن ثم عملية الانتباه ومن ثم عملية التفسير فأنت أدركت أن الذي اتصل بك هو أحمد وليس خالد وأدركت أن هذا الشخص يريد منك مثلا موعد لمقابلتك أو يريد منك طلبة معينة لاحظ معي إخواني إخواتي الطلبة أن الإدراك يبدأ من الإحساس من الأشياء البسيطة إلى الأشياء الأكثر تعقيدا حين نصدر أحكاما حين نصدر أحكاما أو نصدر سلوك أو استجابة توافقية للموقف الإدراك الحسي ليس مجرد تنبيه حسي الإدراك الحسي ليس مجرد منبهات تأتينا عن طريق الحواسة التي نحن موجودة لدينا أو نحن نستخدمها في الموقف التنبيهي برهن على صحة هذه العبارة ببساطة شديدة جدا إخواني وخواتي الطلبة نحن لا نستقبل روائح معينة وإنما نعطي معنى لهذه الروائح نحن لا نستقبل إخواني وخواتي الطلبة أضواء محيطة بنا وإنما نعطي معنى لهذه الأضواء نحن لا نستقبل إخواني وخواتي الطلبة أصواتها مجهولة من الخارج وإنما نعطيها معاني معينة ما هي هذه المعاني؟ حيث أن نضعها في سياقات موجودة داخل ذاكرتنا أو موجودة في خبراتنا السابقة الإدراك الحسي عملية وجدانية العمليات الوجدانية أو وجدان الإنسان مرتبط فعلا بما يدركها من خلال ماذا حين يدرك الإنسان لا يدرك فقط أن الذي مر أمامه هو أحمد لا وإنما قد يضيف له إدراك آخر بأن أحمد هو صديق عزيز بأن أحمد هو شخص مؤدب بأن أحمد هو شخص لطيف بأن أحمد هو شخص يساعد الآخرين إذن لطيف مؤدب يساعد الآخرين لطيف المعشر هذه أستار أو هذه أحكام وجدانية أتت بعد ماذا أخواني وخواتي الطلبة أتت بعد أن أدركنا أن الذي مر هو أحمد أن الذي مر هو أحمد ننتقل إلى الإنسان في عملية الإدراك الحسي يقوم بتنظيم التنبيهات الحسية في أنماط ماذا أخواني وخواتي الطلبة في أنماط ذات معنى والمثال الذي أنا ضربته لكم مناسب لهذه الجملة من خلال النقاط السابقة عرف مفهوم الإدراك الحسي وأخيرا أخواني وخواتي الطلبة الشكل التالي سوف يوضح عملية التنظيم في الإدراك الحسي يوضح ماذا أخواني وخواتي الطلبة يوضح عملية التنظيم هذا الشكل الذي أمامكم لاحظة بشكل جيد أو ركز بهذا الشكل بشكل دقيق سوف تلاحظ كالآتي البعض منكم ممكن أن يصنف هذا الشكل إلى أعمدة والبعض الآخر ممكن يقسم الشكل إلى قسمين والبعض الآخر أيضا ممكن يقسمه إلى أربعة أقسام أو ممكن يضعه في شكل أرفف أو ممكن يقسمه إلى أربعة أقسام أو إلى ستة أقسام أو حتى إلى ثمانية أقسام القصد أخواني وخواتي الطلبة من هذه الصورة هو أن يضعك في موقف يجعلك تتأكد بأننا نحن نختلف في عملية التنظيم وبالتالي عملية التنظيم هي عملية يحاول بها الإنسان تفسير الأشكال أو تفسير المواقف أو تفسير المعطيات التي يمر بها لماذا يسهلها لإسهال أو لتسهيل عملية الإدراك الحسي بعد أن تعرفنا أخواني وخواتي الطلبة على الإدراك والمفاهيم المتعلقة به من خلال معرفتنا للإحساس وخطواته من خلال معرفتنا للانتباه وأهميته في عملية الإدراك يكون الإنسان قد وصل إلى الهدف الذي جميعنا نسعى له في حياتنا اليومية ألا وهو إدراك وتفسير المواقف التي نمر بها نراكم إن شاء الله في حلقات قادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر